موسيقى السلام عليكم أحباء المشاهدين أهلا وسهلا بكم في الحلقة الماضية رأينا الأخطاء النسخية التي وقعت فيها لجنة جمع القرآن على رأسهم الصحابي القدير زيد بن ثابت وقدمنا ثلاث نماذج من هذه الأخطاء وهي كالتالي كلمة ييأس في سورة الرعد لآية 31 وكانت في الأصل يتبين وقد قال عنها ابن عباس كتبها الكاتب وهو ناعس ثم كلمة وقضى في سورة الإسراء لآية 23 كانت في الأصل ووصى كما هو الحال في سورة الأحقاف لآية 15 حيث قال عنها ابن عباس التصق حرف الواو بالصاد وأصبحت تقرأ وقضى ولو كان على القضاء ما عصى الله أحدا قط لأن قضاء الله ممتنع كما جاء في سورة البقرة الآية 117 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ثم النموذج ثالث كلمة تستأنسوا في سورة النور الآية 27 بينا أنها كانت في الأصل تستأذنوا وبها فسر معظم المفسرون كلمة تستأنسوا فالشيوخ والفقهاء لا يعترفون بوجود هذه الأخطاء نسخية حتى لا يتهم القرآن بالتحريف والتغيير رغم أن اللجنة التي دونت القرآن من الصحابة كانوا بشرا غير معصومين من الوقوع في الخطأ سهوا أو نسيانا اليوم سوف نقدم لكم نموذجا آخر من الأخطاء وهي من الأخطاء التي جاءت زمن التنقيض لأن النص القرآني كما تعلمون أعزائي المشاهدين لم يكن منقطة في البداية كما هو الحال في مصاحفنا الحالية فالخطأ الذي اخترناه لكم اليوم تكرر أربع مرات في نفس الصورة صورة الصافات ومنها الآية 78 وتركنا عليه في الآخرين وكذلك 108 119 129 فالمفعول لفعل بين قوسين تركنا محدوف بين قوسين تركنا عليه ماذا؟ في الآخرين فبحسب بعض علماء التفسير المفعول محدوف تقديره الثناء الحسن وكلمة بين قوسين عليه صفة لهذا المحدوف وعند البعض تقديره الذكر بالخير وعند آخرين السلام وكذلك النسل والدرية وغيرها من التأويلات فسياق الحديث في هذه الآيات الأربعة متكرر تقريبا بشكل حرفي يتحدث عن نجاة الأنبياء من محن كبرى كنجاة نوح وأهله من الطوفان الآية 76 كذلك إبراهيم بنجاة ابنه من الدبح وفدائه بدبيحة مقدسة الآية 107 وكذلك عند موسى وهارون أنجاهما وقومهما من فرعون وجنوده بشق البحر الآية 115 كذلك إلياس النبي إلياس أو إليا نجاه الله من قومه الذين كانوا يعبدون الإله بعل كذلك النبي لوط نجاه الله من تدمير بلدته آية 134 كذلك النبي يونس أنجاه الله من بطن الحوت فكل هذه القصص تفيد بخروج هؤلاء الأنبياء من محن كبرى بفضل البركات وسلام الله عليهم ونجد هذا السلام مقرونا بهم كما يتضح من الآية 79 سلام على نوح في العالمين وفي الآية 109 و120 و130 أما البركات فهي واضحة جدا في الآية التي تذكر إسحاق وذلك في الآية 113 وباركنا عليه أي إبراهيم وعلى إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين نلاحظ في المخطوطات القديمة كلمة وباركنا بدون ألف المد بعد حرف الباء وجاء رسمها بالضبض كرسم كلمة وتركنا واو نبرة راء كاف نبرة ألف مما يجعل الباحث يفكر في وجود خطأ في التنقيط بسبب أن معنى الآية غير واضح ولا سيما بعدم ورود المفعول لفعل تركنا فالآيات الأربعة منها الآية 78 وتركنا عليه في الآخرين وكذلك 108 و 119 و 129 يمكن قراءتها وباركنا عليه في الآخرين لتكون هذه البركة والسلام على كل هؤلاء الأنبياء ولا تخص فقط إبراهيم وإسحاق فالرسول محمد بحسب المراجع الشيعية والسنية يأمر أتباعه بالصلاة والسلام والتبريك على كل الأنبياء ففي الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مما يدعم القراءة بالتبريكات ومستبعدا لمعضلة المفعول المحدوف في قراءة وتركنا والتقدير أو التقديرات التي يمكن وضعها لهذا المفعول ونقطة آخيرة يمكن الحديث عنها في هذه التبريكات بخصوص النبي إلياس أو النبي إليا بحسب التناخ في صفر الملوك الثاني في عهد الملك آخاب حيث أضيف حرف السين في آخر الكلمة وذلك للسيغة اليونانية كالنبي يونس في الأصل كانت يونان يعني إليا إلياس يونان يونس فكلمة إليا أو إليا باللغة العبرية معناها إله يهوى وفي الآية 130 سلام على الياسين وكأنه جزء تركيبة الإسم إلياسين إلى إيل بمعنى إله وياسين ياه بمعنى يهوى وسين أي حرف السين وقلنا أضيفة للسيغة اليونانية أما يين فهي لتكملة القافية ولا نقول الضرورة الشعرية لأن النص القرآني ليس بشعر وإنما لأن القافية يين توجد في معظم الكلمات في نهاية الآية كسجع لتسهيل حفظ النص كلمات المخلصين الآخرين إلياسين المحسنين المؤمنين المرسلين إلى آخره وهذه الطريقة كانت موجودة قبل الإسلام وبقيت تستعمل لتسهيل حفظ النصوص إلى وقتنا الحاضر وكنموذج من الماضي الصحيق نجد كتاب الفيدا كتاب المقدس للديانة الهندوسية وهو عبارة عن ترانيم وتراتيل تقرأ في الصلوات ثم نجد في التناخ عند الياهود مثل هذه الأشعار المقدسة كما هو الحال في صفر المزامير ونحن في المغرب نجد شيوخ التعليم العتيق يحفظون طلابهم المنظومة النحوية واللغوية كألفية ابن مالك في قالب شعري جميل فحتى التعليم اليهودي يستخدم هذه الطريقة لحفظ النصوص عن ظهر قلب وكمثال على ذلك نجد كتاب الأرجوزة الفارحية لحاخام هليل بن يعقوب فارحي جزئية يين في الصورة كما رأينا في آخر كلمات الآية كانت ولا زالت ضرورية لحفظ النص في هذه الصورة بين قوسين صورة الصفات نكسفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة